شعر ناشف المكردد الجاف شعر حرشكي شعر يزيد ينشف يتقصف اليوم يجبت لك الحل شعر ناشف وخيالي قومها كريمي في حل يوغورت الزبادي الريحة تهبل في نفس الوقت تغطية 90 سنة تقوي الشعر وترتب وترجع ترجع اشترك اشترك في القناة تفعلوا زي الجرس شكرا ويلا تعرفوا على اسرار و المقدر اللي خلو اللي نحصل على هاد القوام الخطير والرعي والمكونات ديال هاد الوصفة هادية لبنات كيف العدا وكيف المعتاد وكيف معودكم دائما الحمد لله وللأبد بمكونات اقتصادية بمكونات بسيطة وكذلك وصفة اليوم خطيرة 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 للقضاء على الشيء بزائد سيفاغة الشعر باللون البني أو باللون الماغون واللون القهوي كنت اقترس ما شاء الله اللي تلبسوا مني هاد اللون هاد يعني جاني عليه التعليقات كثيرة فاقولت علاش اللي ما غنبغت اجيش معه وما دلاغ وست هادي كيما قلنا كترتب الزغبة اني بعدها كترجع ليك الزغبة ارتطبة بالنسبة لبنات اللي كيعانو من شعر ناشف انا شخصين كان عاني من شعر جاف الام ديالي كذلك اني كتعاني من شيب زائد ان الشعر ديالها الناشف وجاف في الاقصى درجة فبتالي الوصفة اللي كنستخدموه دي ما كنستخدموه باش يرتبوا لنا الزغبة لانو اغلبية اللي بنات شعر ديالهم ناشف قليل قليل بزاف اللي شعر ديالها يعني دهني وما كتزيتوش ولا ما كتستخدمش لي الوصفة للترطيب يعني كلنا احنا الاغلبية نيسا الشعر دياله محتاج للترطيب محتاج للزيوت محتاج يعني الزغبة تلبد كما كان قولو ما سبقاش هكذا كم ما مش انتفاها ما تبقاش يعني دو كل الزغبة اللي كيكونوا في المقدمة كيكونوا طالعين يعني بزاف ديال المشاكل كان بون تخلصوا منهم يوم جبتليكم الحل هاد الوصفة هذي جربتها انا شخصيا سبغس بها الشعر ديالي بلون البني ولا بلون المارون غير هذي تقريبا واحد الاسبوع يعني تقريبا تمني ايام تسع ايام يعني لمدة ما طويلش بزاف ولكن عجبتني النتيجة ديالها باش نكونوا صريحين بيني وبينكم يعني دائما مصدقية والشفافية الحمد لله فاعجبتني هاد الوصفة هذي من غير انا اصبغات لي بلون البني يعني خلتلي الزغبة بعدها رطبة يعني الزغبة كتبلك هكذا كرتبا ملسة يعني ماشي شي شعر لي هو كرد كي ما كنقولو شعر ناشف شعر جيف لا بالعكس الزغبة هكذا كملسة ورطبة فانتمنى تعجبكم هاد الاغوسات وتنودوا الدابة تحيدوا عليا لقزوا تجربوها وتكسبو لي في كومنتا كيف جاتكم راغوسات بعد ما جربتوها وشفعل النال تردد ديالكم اولا لا فاناو كنرح بسعليقاتكم باقت احتراحاتكم باستفساراتكم هم جميع لكم وضغ لك تخليوا لي حتى انتقادات ديالكم البناء والله العديم لك انا رحب بها وما كان مسحج جميع الاشياء سنرح بها المهم تومي لكن اول مرة تكتشفوها ولك تشوفوها ورحبا بكم را دي ما كنين هميزات دي ما كنين الوصفات مش غير الشعر مش غير صباغة الشعر وكذلك القضاء على الشي وانما الجميع الاشياء يعني جميع المشاكل المتدررة منها انتي كون انك امرأة فكين الحل ديالهم في القناة زيالي اللي هي قناة إلهام شانيل دايما تهتم بالمرأة وبالجمال ديالها يعني الجمال هو اهم حاجة عندنا نحن النساء تشعير ديالنا الوجيه ديالنا الجيس كذلك المناطق الحساسة يكون فيهم سواد او تسبغات احنا كنعالجو الحمد لله جميع المشاكل مو يمبيضون اطالع عليكم ندخلوا في موضوع ديالنا ونشو باش نتعرفوا على مكونات الوصف ومبع طريقة التحدي وطريقة استخدام والاستعمال وكيف العادة وكيف ما ملفاكم اكيد اول حاجة البناس غادي تحتاجوا معي هنا يصفر بيضة يعني هنا عندي البيضة نحتاجوا غصفر ديالها اما البيض ما غنستخدموش معاكم فادلاغوسات وانتيك يبقع هناك ميزان كيله شعر ديال كتويل بالزاف غا تحتاجي معاي الزبادي هنا يعندي هذا الناطور اي طبيعي من الاحسن زبادي يكون طبيعي تحتاجي معايا الكاكاو هنا عندي لبنات الكاكاو المور غادي ندير معاكم هاد النوعية هادي ديال ايديال هادي صراحة يلي استخدمت هاد نوعية هادي ديال كي ما كنقولو كاكاو من فئة سبعة جرام هانتوما من فئة سبعة جرام الى عندك شعر طويل بزاف ما غا تكفيك ما يكفيكش ساشي واحد ديري ثلاثة ولا اربعة هاد الساشي هاده كامل لبنات تراها كيتبحت عند البقالة في خمسة ديالي ساشي ممكن ديري جوج ولا ثلاثة او لاربعة يعني على حسب الطول والكسافة ديالك انا هنا غا ندير معاكم ها ساشي واحد هتحتاجي معايا ان شاء الله الى الطين الاخضر ها والبنات الطين الاخضر زوين كيخلي القوة معاقد زايد انه كيرطب الشع وكيعزز لين اللون ديال هاد الوصفة هادي هي المهمة دياله في هاد الاغوستد هتحتاجي معايا القهوة سريعة الدوبان سواء هاد النوعية ها عندي اصطا او نيس كافي يعني اي ماركة عندك استخدميها انا كندير اصطا بزاف صراحة واخر حاجة عندنا هي الكوركم اولى الخرقوم البلدي انتم معد نوعية هانا يكن جيبها معند العطار بقاطرية يعني لم ناحية الروحة ديالها ولم ناحية الفعالية ديالها والقوام ديالها يعني خطيرة بزاف المهم هده هما المقادير كاملين اللي هما الكوركم القهوات الخضر الكاكاو الزبدي والبيض يعني هاد الشي اللي كان في المجموع عندنا استدي المكونات يعني استفقت يعني الخور الرباخة الحمد لله ودفاع غدي نمشو مع بعضنا البعض الى طريقة تستحضير وغدي نبدو ان شاء الله بالبيض يعني غناخذ فرط البيض هو الاول على بركة الله فرط البيض فرط البيض فرط البيض فرط البيض فرط البيض فرط البيض مكونات اللي لبنة يعني كمية من الكركم أو خركم البلدي يعني مقدار تقريباً محد المعلقة هم تغمى هادي ناخد هاد ساشي هادا ديال الكاكا هادي ناخد ساشي كامل هاد الوصفة هادي خاطئة يا لبناز ريحت هاك كاتهبل دفا غادي نضيف بعدها مع القادي الزبادي لانه الوصفة القاوم ديالها يعني عقادلية وصفرت البيض ما كفانيش يعني هنا دفتغي واحد يعني غير باش نوريكم اناية الطريقة اما انتي راكت تعملي الكيميال اللي غادي تناسبك المهم هنا غادي نضيف مع القادي الزبادي يعني ضفت مهلقة اربط مهلقة إليه في ترطيب الشعر عليه الصغير والشعر ديالك تخليه كي يهبل هادي نزيد واحد شوية سوف نضيف كمية القهوة والطيل الخضر نضيف كمية القهوة والطيل الخضر نضيف كمية نضيف كمية القهوة والطيل الخضر ونضيف كمية القهوة الحمد لله نتضيف كمية القهوة هذا هو القوام خاطرة وعاقدة تهبل رحة تهبل سلوفان 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 خاطرة يجب أن تضغط بالضغبة و تقويها و تكتف لك الشعر و تصبغ لك باللون البوني و حتى الشيب يتصبغ باللون البوني ليس غير يتعالج فقط يعني بعض الوصفات غير يعالجوا الشيب يعني يرجعوه لك باللون اللي عندك في الشعر ليس يسبغوه لك مثلا باللون البوني فبالتالي هاد الوصفة هادي خاطيرة و سهلة تتحضير و في متناول الجميع نتمنى انها تنال الردد ديلكم وتنال إعجاب ديلكم و تجربوها تحيدو العقز و تجربوها و تقول لي فتعليك كيف أجازكم و مش عجبسكم او لا لا و أنا أكيد كان أرحب جميع لي كومنتاق ديلكم يعني حتى هما يا كيف ما كانت نوعية ديلكم كيف ما قلنا حتى انتقاداتي مرحبا بي على الرسولين خصوصا انتقادات البناءة يعني انتقادات اللي تزيد تحمسك على أفضل وأحسن كما سنقوله و هاد الوصفة ما تخليه واش عندكم بليز بقتاجيوا لفيديو مع صديقاتك مع الأخت ديالك الحبيبات ديالك حتى الناس اللي كتعرف يهم يعني ما زال مراهقات مازال كيقلبوا يعني كيبحثوا كيقلبوا على شي وصفت كون زوينة و كيمشيوا السباغات الكيموية النشان يعني ما كي بحكم يعني تجربتهم البسيطة والقليلة يعني ما شي الكبيرة كانت تكون ديالسنين و أعوام فبتلي كيمشو الجقود ديغيك تموى السباغات الكيموية يعني هي اللي كتكون في البل ديالهم لو في العقل ديالهم فبتالي لبنات نصحوهم بالوصفة الطبيعية نصحوهم خصوصا بهذا الوصفة هدي للقوام دي لها يعني كيهدر عليها الريحة ما نعودش لكم بعدها الريحة يكون نشير رحة خاطيرة يا لبنات شوفوا قوام دي لها كيفاش دير يعني أقل ما أنا غادي نقول عليها أنها معجزة ربانية لسباغة الشعر باللولبوني ودي هيلهميزة اللي كتقلبوا عليها ولكن فجروا لي الفيديو باللايكات التحت باش تساعدوني أكتر على أنني نزيد نقدم الجديد ونقدم محتوى زوين وشكرا لكم مسبقا بقتجيوا الفيديو اللي أعجبكم مع الأحباء والأصدقاء وبصحة والرحة وجر بها وكسبة ليفتع لك كيفاش جاتك لقى معكم في فيديوهات مجية إلى اللقاء